هذه أبرز العناوين أدم أزنو يتلقى خبرا صرا عاجل شاهد إبراهيم دياز يقم بخطوة إنسانية لا تصدق بحق الشعب المغربي بعد مغادرته معسكر الأسود الوداد الرياضي ينافس أيك أتينا على ضم مهاجم تشيلسي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أدم أزنو يتلقى خبرا سارنند ارتفعت القيمة التسويقية للناعب المغربي أدم أزنو الظاهر الأيصر لفريق باير ميونيخ الألمانية بعد أدائه المميز مع الفريق خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد إضافة إلى تألقه مع الفريق الرديف للنادي البافاري ووفق لمنصة ترانسفير ماركت وصلت القيمة التسويقية لأزنو إلى 1.50 مليون يورو بعد أن كانت 900 ألف يورو سابقا وقدم أزنو مستوية اللفتة مع الفريق الأول لباير ميونيخ خلال التحضيرات كما برز بشكل كبير مع الفريق الرديف في الدورة المحلية وهذا الأسبوع سجل اللاعب مشاركته الأولى مع المنتخبي المغربي الأول حيث شارك أساسيا في مباراة ضد الوزوتو ضمن تصفية كأس الأمم الأفريقية وقدم مردودا جيدا جعله يحصل على أعلى تنقيط في تلك المباراة عاجل شاهد براهيم دياز يقم بخطوة إنسانية لا تصدق بحق الشعب المغربي بعد مغادرته معسكر الأسود في خبرين حصريا تنقله محب كرة القدم ومتابع اللاعب المغربي براهيم دياز عبر نجم كرة القدم المحبوب عن نيته في تأسيس مؤسسة خيرية تهدف إلى مساعدة الشعب المغربي والشعوب الأفريقية وأكدت مصادر مقاربة أن هذه المبادرة تأتي استجابة للحب والدعم الكبيرين الذين تلقاهم دياز من الجماهير المغربية إبراهيم دياز الذي يحمل قميص المنتخب المغربي يشعر بفخرين وامتنان لكل مرة يرتدي فيها قميص أصود الأطلس وهو ما دفعه إلى التفكير في رد الجميل عبر إنشاء هذه المؤسسة التي من المتوقع أن تلعب دورا كبيرا في تقديم الدعم الإنساني والخدمات الاجتماعية للشعوب المحتاجة دياز الذي يحظى بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم المغربية ظهر في صورة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مرتديا الزي الوطني المغربية مما يعكس مد ارتباطه العطفي بالبلد وأهله وتفعل الآلف مع هذه الخطوة عبر تعليقات التي رحبت بالمبادرة وأكدت على همية مثل هذه المشاريع التي تعز الروابط بين الرياضيين وجماهرهم وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه متزايد بين اللاعبين الدوليين المغرب نحو تقديم العون وإبراهيم دياز بات أحدث النجوم الذين اختاروا دعم قضايا إنسانية خارج حدود المستطيل الأخضر الوداد الرياضي نافست آيك أتينا على ضم مهاجم تشيلسي يتنفس نادي الوداد الرياضي مع فريق آيك أتينا اليوناني في سباق التعاقد مع مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي ديفيد داتروفوفانا بعدما وضعه الفريق الإنجليزي ضمن قائمة المغادرين خلال الملكات الصيفية الجارية وقدم نادي الوداد الرياضي عرضا للتعاقد مع ديفيد داتروفوفانا على سبيل الإعراء لكن الفريق اليوناني آيك أتينا دخل بدوره على الخط ورفع قيمة الإعارة ليبقى الحسم بيد فريق تشيلسي الذي سيختار العرض المالي الذي يناسبها هذا ويعتبر ديفيد فوفانا خريج أكاديمية نادي أبي جون قبل أن ينتقل إلى مولد السويدي ثم يوقع عقدا طويلا مع فريق تشيلسي الإنجليزي ويبحث النادي الأحمر عن مهاجم ثاني لتعزيز الجبات الهجومية لنادي الوداد بعد تعاقده الأسبوع الماضي مع المهاجم السينيغالين باين يانج برشلون قلق من تنامي الاهتمام بيمال قبل عام كان لامين يامال مراهقا غير معروف في برشلون وأصبح أصغر لاعب يظهر بقمثل بلوغرانا ولكن الآن أصبح الاهتمام متزيدا بشأن اللاعب البالغ من العمر 17 عاما مما يتير قلق النادي وبحسب صحيفة ماركا فإن نادي برشلون يشعر بالقلق بشأن صعوده السريع ووفق لراديو ماركا فإن هناك أشخاص في النادي قلقون بشأن الاهتمام الإعلامي الكبير الذي بدأ يحظى بها والخوف هو أن يصل لامين يامال لنقطة لا يعود بها قادرا على التحكم في الأمور داخل حياتها وخاصة بعد أن غير وكله إلى خور خيمينديس ويقال بأن لامين يامال خضع خلال الأشهر العشرة الماضية لتغييرات في حياتها لم تحدث لأي شخص من قبل وبالتأكيد مع الأخذ في الاعتبار عمره فإنه رغم ظهوره الاحترافية الأول منذ عام ونصف ينظر له الآن أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم مع وجود طلبات إعلانات لمدد طويلة الأمد في جميع أنحاء إسبانيا وبالإضافة إلى ذلك وقع يمل مؤخرا صفقة ترويجية مع دور الملوك الذي يملكه جيرارد بيكي وبدأ هذا الصيف في التحدث أكثر لوسائل الإعلام كما تعرض والده مونير للطعن في الشارع قبل بضعة السابع فقط ولذلك فإن النادي يعلم بأنه يحتاج لأن يسيطر على حياة لامين يامال بشكل جزئي والاقتراب منه بشكل أكبر لامين يامال يتصدر قائمة عالمية في تصنيف جديد يعكس علو كعب نجمي نادي برشلون الإسبانية تصدر لامين يامال قائمة أفضل اللاعبين المراهقين الخاصة بمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسة الرياضية وحصل اللاعب البالغ 17 عاما على أعلى تقييم في الخبرات المكتسبة بالنظر لعمره ومركزه في الملعب كجناحة وتم احتساب مستوى الخبرات وفق لدقائق المشاركة في المبارية الرسمية العام الماضي مع التركيز على المستوى الرياضي في المبارية الملعوبة ويحتل المدافع الصاعد باوكو بارسي زميل يامال ببرشلونة المركز الثاني في القائمة فيما يأتي البرازيلي أندريك دي سوزا لعب ريال مدريد الحالي في المرتبة الثالثة بن عطية يستهدف صفقة من شيلسي يحاول المغربي المهدي بن عطية المدير الرياضي لنادي أولمبيك مرسي وفي هذا الصدر أكد ويسلي فوفانا مدافع الفريق اللندني أنه تلقى عرضاً من مارسيليا وأضاف عبر شبكة فريفوت الفرنسية لقد تواصل مع المهدي بن عطية المدير الرياضي لنادي مارسيليا وفكرت بالأمر في الفعل واستدرك لكن هدفي حالياً هو النجاح مع تشيلسي وتحقيق هدفي مع النادي وأشار فوفانا إلى أنه سيلعب لمرسيليا يوماً ما موضحاً إنها مدينة وفريق الذي أشجعها ووصل حقدي ينتهي صيف 2029 سنرى ما سيحدث وهل سأنتقل إلى مارسيليا في غضون سنوات قليلة أو الاستمرار مع تشيلسي لنهاية مسيرتي وانضم فوفانا صاحب الثلاثة والعشرين عمل الصفوف البلوز في صيف 2022 قادماً من ليستر سيتي هذه أبرز العناوين أدم أزنو يتلقى خبراً صراً عاجل شاهد إبراهيم دياز يقم بخطوة إنسانية لا تصدق بحق الشعب المغربي بعد مغادرته معسكر الأصد الوداد الرياضي ينافس أيك أتينا على ضم مهاجم تشيلسي ترجمة نانسي قنقر